اهلا بيكو حبايب الغالين قبل اي حاجة خلينا نصالع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزكر الله عمرك سألت نفسك سؤال وانت بتشتري تلفون يعني رمات ويعني زاكرة دايما تسمع السؤال ده رمات تمانية ذاكرة مية تمانية وعشرين رمات اربعة ذاكرة مية تمانية وعشرين رمات اربعة ذاكرة مية اه اربعة وستين رمات تلاتة ذاكرة اتنين وتلاتين رمات تمانية زاكرها متين ستة وخمسين يعني زاكرها متين ستة وخمسين ومية تمانية وعشرين واربعة وستين واتنين وتلاتين وحتى ستاشر وحتى تمانية ويعني رمات واحد ورمات تلاتة ورمات اربعة ورمات ستة ورمات آآ آآ تمانية ورمات اتناشر في الاجهزة الحديثة اللي نزلة وامرك سألت السؤال ده طيب في حاجة كمان اسمها المعالج التلاتة بيتنسموا مع بعض. هستقزنك بس تتوقف الفيديو دقيقة وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نوصلك كل جديد. طيب هناخدها نقطة نقطة كده ونبدأ مع اول واحدة الزاكرة بتاعة التلفون. زاكرة التلفون اللي هي سوى كانت اتنين وتلاتين اربعة وستين مئة تمانية وعشرين متين ستة وخمسين هي دي الزاكرة اللي بتخزن عليها الملفات بتاعة التلفون بتاعتك. يعني صور فيديو هات اه اه اي حاجة اه لها علاقة بالتخزين بتتخزن على زاكرة الدائمة اللي هي متين ستة وخمسين مئة تمانية وعشرين اربعة وستين اتنين وتلاتين. طيب تمام ولها علاقة مباشرة مع الكاميرا. كل ما زادت جودة الكاميرا عندك في الفيديوهات او في الصور طبعا بتزيد مزاحت التخزين عندك. يعني مسلا تلفون كاميراته اربعين ميجا بيكسل. تلفون كاميراته عشرين ميجا بيكسل. تلفون كاميراته متين ميجا بيكسل حتى. طبعا ده فيديو دقيقة ياخد لك بتاع متين متين ميجا تلتمية ميجا على زاكرة التخزين عشان كده كل ما زادت مساحة التخزين معك. بقى التلفون كويس معك وحاجة مظبوطة. طيب نخش على رقم اتنين يا الرمات. يعني الرمات دي حضرتك هي الوسيط بينك وبين الزاكرة الدائمة. يعني الرمات هي الوسيط بينك وبين الزاكرة الدائمة وخلينا نضيف كمان حاجة كمان والمعالج الموجود معهم كمان. يعني حضرتك مجرد ما تضعق لأي حاجة اللي بيجيب لك الحاجة من الزاكرة الدائمة هي الرمات. عشان كده الرمات سرعة الجهاز الاتنين رامة غير الاربعة رامة غير الستة رامة غير التمانية رامة غير الاتناشر رامة كل ما زادت عدد الرمات معك زادت سرعة واداء الجهاز معك واداء التلفون معك. طيب. هل الرمات ده بتفيدنا في حاجة طبعا بتفيدك رقم واحد في سرعة الجهاز. بالنسبة للناس اللي تلعب باب جي مسلا او الناس اللي بتلعب العاب او الجيمس عاماتنا مشكل واحد. بيفضلوا دايما الاجهزة اللي رماتها عالية لانها بتديك سرعة عالية جدا وتلقائية عالية جدا في اداة التلفون بدون ما انت تحس. تمام? طيب المعالج. طبعا المعالج عندنا بينقسم لعدة معالجات مختلفة. بيبدأ بمعالج الاجهزة القديمة اللي هو معالج سبريد. بعد كده بيجي حاجة اسمها بعد كده في كواليكم. بعد كده في شركات بتختصب معالجات لكل انواع تلفونتها. يعني عندنا مسلا هواوي المعالج بتاعها الحاصر لها هي اسمه كيرن. معالج دي بتلاقيه في كل الاجهزة اغلبية اغلبية الشركات بتلاقيها فيها. بتلاقيه في 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 ال اجهزة من اجهزة. طيب. معالج كيرن حصري خاص بس بشركة هواوي. طيب. ممكن تسمع مصطلح معالج سناب دراجون. سناب دراجون هو كواليكم. يعني كواليكم هو ده بالنسبة للمعالج. وكل مزاد قوة المعالج معك ادى اداء اداء اقوى للجهاز لان المعالج ده يعتبر هو مخ الجهاز اساسا. يعني هو العقل المدبر للتلفون. هو المعالج الموجود. عشان كده. لما تشتري التلفون لازم اتراعي اول حاجة الزكرة تكون عليها كبيرة. تاني حاجة الرماد تكون كويسة. تالت حاجة المعالج لازم يكون معالج كويس عشان يستحمل معك الضغط الموجود. اتمنى ان المعلومة تكون نقلت اعجابكم لو لسه ما عملتش اشترك في القناة انزل دلوقتي حالا واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.